كل سنة حضراتكم طيبين خلاص شهر رمضان الكريم على الأبواب يعني العد التنازولي بدأ خلاص بالفعل طبعا نحن نتكلم على رمضان لازم نتكلم على السلع الأساسية بنطبع من كل المواطنين على أن السلع الأساسية موجودة في معارض أهل رمضان وهو ده أول خبر هنتكلم عنه الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أكد استمرار ضخ السلع الأساسية بمعارض أهل رمضان على مستوى الجمهورية وقال كمان أن فيه تنصيق شغال مع الغرف التجارية والمحافظين علشان يحصل دايما متابع أول بأول بدخ السلع بصفة يومية في كل المعارض وأشار لتوافر مخزونات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات الدولة والمواطنين ومواجهة أي زيادة سواء كان في الإقبال أو زيادة في الأسعار المتوقع طبعا خلال شهر رمضان وهو متوقع بالعكس أنه طبعا إن شاء الله نشهد فيه انخفاض كبير في الأسعار لفتن كمان إلى أن الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية الموجودة لغاية دلوقتي بتصل إلى ستة أشهر يعني بنطمن حضراتكم أن كل السلع الأساسية هتكون موجودة في كل معارض أهلا رمضان اللي موجودة في كل أنحاء الجمهورية موجودة إن شاء الله بتمن مناسب جدا تخفضات كبيرة كل سنة وحضراتكم طيبين كل سنة طيبة كل سنة ونتيبقى الفخير وكل مشاهدينا الكرام